علي من عمام بارك الله فيه يسأل يقول هل ورد شيء لمن نسي شيئا أن يصلي ركعتين حتى يتذكرهما علي بارك الله فيك في حدود علمي واطلاعي بأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي شيئا فليصلي ركعتين لكن هذا ورد عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون لمن نسي شيء صلي ركعتين من ذلك لأن الشيطان يلبس على الإنسان صلاته فيأتيه فيذكره بهذا الشيء حتى ذكروا عن أحد الناس بأنه سأل أحد الأمه قال له أني نسيت شيئا فقدت مالا ولم أجده وبحتت عنه فقال صلي ركعتين قال لماذا قال صلي ركعتين فلما بدأ يصلي ركعتين أتاه إبليس وذكره بالمال فقطع الصلاة أفسد الصلاة ولا شك بأن الصلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها هذا الذي يذكرونه وبارك الله فيك وهو مروي عن بعض السلف لكن هل الإنسان يتقصد ذلك الله أعلم يعني ما ينبغي الإنسان أن يفسد عبادته وصلاته لكن يتخذ الوسائل والأسباب الطبيعية والشرعية في البحث عن الأشياء المفقودة